خرج آلاف الإسرائيليين للمشاركة في جنازة أربعة من يهود فرنسا قتل أحداث المتجر الأسبوع الماضي كان لافتاً حضور الصف الأول من كبار السياسيين في إسرائيل والوزيرة سيغولان رويال ممثلة عن الحكومة الفرنسية ركزت كلمات التأبين على وصف ما يسمى الإسلام المتطرف بعدو الإنسانية وجددت الدعوة إلى يهود فرنسا بالهجرة إلى إسرائيل باعتبارها الوطن الآمن لهم رغم تحفظ الضيفة الفرنسية على ذلك هؤلاء المجرمون القتلى مسممون بالإرهاب الإسلامي المتطرف يقومون بأعمال فضيعة في العالم هؤلاء ليسوا أعداء الشعب اليهودي فحسب بل أعداء الإنسانية جمعاء اعتبارات دينية وأخرى سياسية بأن إسرائيل هي الوطن القومي لليهود والقدس قبلتهم الروحية كانت وراء دفن الأربعات فيها نحو سبعة آلاف من يهود فرنسا استقدموا إلى إسرائيل العام الماضي وسجل ذلك ارتفاعا بنسبة 87% مقارنة بالعام الذي سبقه ويتوقع أن تزيد أحداث فرنسا الهجرة هذا العام ليصل العدد إلى عشرة آلاف من أصل نصف مليون يشكلون الجالية اليهودية الأكبر في أوروبا والثانية بعد الولايات المتحدة نتوقع بالفعل ازدياد أعداد اليهود القادمين إلى إسرائيل من فرنسا على خلفية ازدياد مظاهر معادات السامية والاعتداءات التي يقوم بها متطرفون إسلاميون على المؤسسات اليهودية هناك منذ لحظة وصولهم إلى إسرائيل يحصل المهاجرون اليهود على الجنسية الإسرائيلية بحكم قانون العودة ينخرطون في الجيش الإسرائيلي ويقاتلون في صفوفه ويحظون بهبات حكومية وتخفضات على أسعار الشقق السكنية لتمكينهم من التأقلم في إسرائيل بين الترغيب والترهيب تحول إسرائيل يهود العالم إلى ضحية وتفرد نفسها على الدول الأوروبية كمن تتقاسم معها هم ما يسمى الإرهاب طمعا كما يبدو في استدرار تعاطفها والتأثير على مواقفها المتحمسة لدعم تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولتهم بياس كرام الجزيرة القدس الغربية السياسية بأن إسرائيل هي الوطن القومي لليهود والقدس قبلتهم الروحية كانت وراء دفن الأربعة فيها نحو سبعة آلاف من يهود فرنسا استقدموا إلى إسرائيل العام الماضي وسجل ذلك ارتفاعا بنسبة 87% مقارنة بالعام الذي سبقه ويتوقع أن تزيد أحداث فرنسا الهجرة هذا العام ليصل العدد إلى عشرة آلاف من أصل نصف مليون يشكلون الجالية اليهودية الأكبر في أوروبا والثانية بعد الولايات المتحدة نتوقع بالفعل ازدياد أعداد اليهود القادمين إلى إسرائيل من فرنسا على خلفية ازدياد مظاهر معادات السامية والاعتداءات التي يقوم بها متطرفون إسلاميون على المؤسسات اليهودية هناك منذ لحظة وصولهم إلى إسرائيل يحصل المهاجرون اليهود على الجنسية الإسرائيلية بحكم قانون العودة ينخرطون في الجيش الإسرائيلي ويقاتلون في صفوفه ويحظون بهبات حكومية وتقفضات على أسعار الشقق السكنية لتمكينهم من التأقلم في إسرائيل بين الترغيب والترهيب تحول إسرائيل يهود العالم إلى ضحية وتفرد نفسها على الدول الأوروبية كمن تتقاسم معها هم ما يسمى الإرهاب طمعا كما يبدو في استدرار تعاطفها والتأثير على مواقفها المتحمسة لدعم تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولتهم ليسكرنا الجزيرة القدس الغربي